هنبدأ معكم جولتنا الرياضية مع تدريبات فريق نادي الأهلي اللي تم استقنافها مبارح على ملعب التاتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصيت عليها اللاعبة لمدة 24 ساعة وعقد مارسل كولور المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبة قبل التدريبات واستمرت لمدة نصف ساعة بعدها خاضت اللاعبة تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة تحت إشراف مخطط الأحمال في الفريق أعلى الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فريرا قيمة الفريق اللي هتلعب مباراة تبيرا مدزة في نصف نهائي كأس مصرع النهاردة على أستاذ قهر الدولي الساعة 6 وشهدت القيمة استمرار غياب أحمد فتوح وعبدالله جمعة عن صفوف الفريق حقق منتخب مصر كرة اليد فوز غالي على المنتخب المغربي بنتيجة 30-19 في تاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السبعة في بطولة كأس الحالم انتهى الشوط الأول بنتيجة 13-19 لصالح المنتخب المصري وشهد الشوط الثاني مواصلة الفراعنة التألق عن طريق سيف الدرق وحسن قلدح وفي الدوري الإنجليزي الممتاز حقق فريق أرسنال إنجليزي فوز غالي على فريق توتنهام بنتيجة 2-0 في الدربي اللي تلعب بين الفرقتين على ملعب توتنهام في قمة منافسات الجولة العشرين من مصابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالنتيجة دي فريق أرسنال في صدار الجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة وتتنهام رصيده 33 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومن ناحية تانية شهدت المباراة غياب النجم المصري محمد النيني عن صفوف فريق أرسنال وده اللي وضحه النادي في بيان رسمي أكد فيه نغياب النيني عن المباراة كان بسبب تعرض الإصابة في التدريبات كمان فريق تشيلسي الإنجليزي حقق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة لجامعة الفرقتين ضمن منافسات الجولة 28 من مصابقة الدوري الإنجليزي بالنتيجة دي بيحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبيحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة خطف نيوكاسل يونيتد الفوز من فريق فولهام بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جامعهم على ملعب سانت جيمس فارك وارتقى نيوكاسل للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن منشستر يونيتد بعد تساويهم برصيد 38 نقطة ووقف رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس كمان في الدوري الإيطالي حقق فريق كريلاتيو الفوز على ساسولو بالنتيجة 2-0 في المواجهة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة رقم 18 من مصابقة الدوري الإيطالي وبالنتيجة دير فعلات رصيده للنقطة 34 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري إيطالي وتجمد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السابعتاشر في الدوري الفرنسي حقق فريق ناند المحترف في صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد فوزغالي على فريق مونبلي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي تلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من بذورة الدوري الفرنسي ونجح الدولي المصري مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81 من المباراة وشارك مصطفى مع ناند في المباراة كبديل للعب إيفان جويشاند في الدقيقة 60 من زمن المباراة وفي الدوري الإسباني حسم التعادل الإيجابي مباراة أتلتكو مالليد ضد ألميريا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي وبيحتل أتلتكو مالليد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبيحتل كمان ألميريا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري إسباني برصيد 17 نقطة كمان حقق مباراة نادي برشنونة لقب كأس السوبر الأسباني للمرة 14 في تاريخه وده بعد فوز الكبير على الريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة الهائية لجمعتهم على أستاذ الملك فهد الدولي في مدينة رياض وسجل أهدام برشنونة جافي وروبرت ليفاندوسكي وبيدري وكمان بينما سجل هدف الريال كاريم بنزيمة وبكده خلصت جولتنا الرياضية النهاردة هرجع مرة تانية البسانت ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر